ذو القرنين اسم شخص ورد في القرآن الكريم كملك عادل وعبد صالح لله قد بنى ردما يدفع به أزا يجوج ومجوج عن أحد الأقوام يحكي القرآن قصة ذو القرنين وأنه بدى تجوال بجيشه في الأرض داعيا إلى الله فاتجه غربا حتى وصل منتهى الأرض المعروفة آنذاك وقد ذكر المفسرون أن سبب تسميته ذو القرنين تعود إلى وصوله للشرق والغرب حيث يعبر العرب عن ذلك بقرني الشمس وقيل لأنه كان له ضفيرتان من الشعر والضفير تسمى قرونا وقيل كان له قرنان تحت عمامته وقيل غير ذلك ولا نخفي أن هذه التفسيرات لم يقم على واحد منها دليل يجب الأخذ به وبالتالي فإن الأمر يظل أمرا غيبية ترجمة نانسي قنقر